السلام عليكم اليوم جيتكم بفكرة البندانات للبانات يجوا باهين الطريقة سهلة وواضحة بإذن الله تقدروا تخدمهم ببقايا القمش القمش اللي يتكسل كما القاطفة كما تقدروا تدير بهم مشروع مصغر و تبيعهم نروحوا مباشرة للطريقة أنا هنا استعملت القاطفة نمدلكم القياسات كنت قطعت المرسو اللي نحتاجهم عندي هذا المرسو الكبير طول تاعو 37 سنتيم و العرض 19 سنتيم طول تاعو 37 سنتيم و عرضو 19 سنتيم نجي للمرسو الدوزيان هنا كنت قطعت زوج مرسوات قد بعضهم مع لافيزلين نستعمل قد هم كذلك نفس القياسات عندي في الطول 25 سنتيم و في العرض 10 سنتيم طول 25 سنتيم و العرض 10 سنتيم مرسو نتحن مرسو الأخير الصغير لأستيك طول 21 سنتيم و العرض 8 سنتيم طول 21 سنتيم و عرضو 8 سنتيم و في الأخير الاني لستيك طول 16 سنتيم يكون عريض ب هاذ الحجم نذهب لطريقة نهز المرسو الكبير اللي كنت قطعتوه رح نثنيه على ثنين بهذا الطريقة يعني نقلبو على وجهو نثبتو بالليزي بانجل هاكذا كما تعرفو القطيفة تهرب تتحرك سيبوغسان ثبتو بالليزي بانجل باش تجيني الخياطة سهلة رح نستعمل بطبيعة الحال آلة الخياطة ونخيط على الحواف المرسو تسعنا هذا بهذا الطريقة راهي واضحة جدا بعد ما نكملو منحي هذو كليزي بانجل ورح نقلبو وهكذا نكون نخلص الجزء اللول حاجة سهلة خلاص هنا نهز اللافيزلين الخدمة في هذو في البابيون اللي رح نخدموها الفيزلين رح نثنيها على زوج كي ما راكم تشوفو ونزيد نثنيها مرة أخرى سافي واللي نثنيها على أربعة دورك رح نعاو نروحي بميستارة باش نقيس قيمة دو سنتيم كي ما راكم تشوفو وندير نقطة دو سنتيم نطلع معيها بـ 3 سنتيم وندير نقطة أخرى من بعد من المركز حتى للنهاية رح ندير 11 سنتيم كي ما راكم تشوفو دورك نوصل بين النقاط تاع 2 و 3 سنتيم من 3 سنتيم حتى للنقطة اللي درتها في المركز 11 سنتيم رح نرسم هذا الرسمة هذي على شكل ورقة نرمال مو راهي واضحة لكم كي ما راكم تشوفو جي الشكل ورقة باش في الاخير نتحصل على البابيون اللي راني نحوز عليها نقطحها بالمقص نفصلها هكذا راهي واضحة هنا حبيت نزيد نبيان لكم برك القياسات الطول الكامل في البابيون هذي يجي هنا 6 سنتيم بطبيعة الحيل والعرضة تحها رح يكون ربعة سنتيم ربعة سنتيم من المركز حتى النهاية رح يكون حداش سنتيم 11 سنتيم إن شاء الله تكون واضحة سهلة الخدمة أكل هنا في البابيون والبابيون كذلك سهلة كما راكم تشوفوا انفاس البعضهم الوجه للوجه انفاس البعضهم بهذه الطريقة نثبتهم مليح ونحط فوقهم الافيزلين التاعي اللي كنت فصلتها نثبتها مليح بالزيبانج باش ما تهربليش للقاطفة وكين خيطها تكون مثبتها مليح ضرك نعقب عليها على الحوف تاع الرسمة تاعنا بالماشينة هكذا قبل ما نكملو راح نخلي وفتحة صغيرة قيمة 2 أو 3 سنتيم باش نقدرو انقلبوا البابيون انقلبوا البابيون باش نقدرو هكذا نكملها كامل كما تعرفوا استعملناها على جيل باش تجيل البابيون تعدد استعملها وحبير قيمة 4 كما تعرفوا يجب ان ق wins حذرا استعملها قم بصل نقصها كامل بالمقص نقصها كامل نحصل على الشكل الخدمة في التحا هي السهلة سهلة تجد البابيون نقصها نقصها نسكرها نتبينش خلاص هلا دركاء هكذا نكملنا الجزء الثاني الجزء الاخير وهو السهل كذلك هو تعالى الالاستيك راح نثبت نثنيها على زوج بطبيعة الحال على وجهه ونثبته بالليزي بانجل ونخيط له الحواف كما راكم تشوفو راهي واضحة كما درنا في الأول راهي واضحة مليح والا نخيط لها من بعدها رايحة نحي اللي زي فانجل ونعود نقلبها على وجهها والا ودرك راح ندير الالاستيك ندخل الداخل لنستعمل المساك لكي يعاونك انا هنا لم ترى الالاستيك كان شوية دور يابس لاني سهل من بعد راح نثبته على الحواف اللي دوكوتي تثبته بالليزي بانجل ونخيطه بالمجينة 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 ونقلب الالاستيك اللي دوكوتي مليح بالمجينة ونروحو نجمل اللي دخوة موصل اللي خدمناهم باش نتحصلو واش نحوسو للمرحلة الاخيرة راح نهز المرسول واللي كنت خيطو ندير الخياطة او ميليو كي ما راكم تشوفوها ونقلب البندانا التاعي هذيك الخياطة نديرها ملتحت نديرها في الوسط ورايحة نربطها بهذا الشكل على شكل عقدة جيني سهلة بهذا الطريقة نظر نراهي واضحة مليح هكذا وتعدليها مليح لازم جيك في الوسط هكذا نكونو كملنا هذا الجزء يبقى لي نركب غير الالاستيك كما راكم تشوفو ونخيطها بالماشينة نثبتها باللزي بانجل ونخيطها نعقب عليها هكذا هكذا ونقص هذوك الحواف الزايدين نقصهم بالمقص باستخدام 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 بنفس الطريقة نضع ونجيب الطرفين مننا ومننا هكذا نثبت باللزي بانجل باستخدام باستخدام ونروح الآلة الخياطة نخيطها نجملها مع بعض هكذا نقص هذوك الحواف الزايدين ونثبت الخياطة التاعي نقص ونثبت الخياطة التاعي اقضع باستخدام هذوك الزايد ونثبت الخياطة التاعي ونظبت هكذا نكمل باستخدام شوفوا كيفية تجي ان شاء الله تكون طريقة وارحة باستخدام هاي لك خدمتها نظيفة ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة هكذا تخدموا بندانات لبنتكم وتستغلوا باقي القماش تاع الخياطة اللي تفضل للكم انا هنا كنت خدمت بندانات واحد اخرين بألوان مختلفة كما راكم تشوفوا جيوبة هين بزيف وفي الاخير كالعادة نقولكم ما تنسوش ديروا ليجام وتبارتاجيوا الفيديو واللي ما هوش مشترك في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد وفي الفيديو الجاي ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة